بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن نعيش في زمن العجائب ففي هذا اليوم أرسل لي بعض الأخوة ما صدر من هيئة كبر العلماء في السعودية إنكارها على ما فعلت حركة طالبان من منع النساء من الدراسة وقالوا إن الإسلام لا يفرق في الدراسة وطلب العلم بين الرجل والمرأة ولم يلتفت إلى ما قاله الطالبان وأن منعهم للنساء لأنهن لا يلتزمن في الحجاب الشرعي فكان مبررا لهذه الحركة أن تمنع النساء من الدراسة لأنهن لا يلتزمن في الحجاب الشرعي وإدر المفاسد مقدم على جلبه المصالح لكن هذا كله ليس هو غرض من الكلمة لأن الطالبان عندهم علماء يفتونهم وشأنهم هم أدرى به من نانا ومن هيئة كبر العلماء لكن المستغرب أن هذه الهيئة تترك الزنادقة وما عندهم من المخالفات الشرعية التي هي أعظم من منع النساء من الدراسة ولا يتكلمون عن حكم هذه الزندقة التي يقول بها زنادقة قومهم وأيضا فإن هذه الهيئة أحد أعضائها محمد العيسى هذا المنافق الذي بث سمومه في العالم الإسلامي ويدعو إلى هذه السموم علنا ولم نر منهم رجلا شريفا واحدا يقوم بالرد عليه ويخطئه ويرد عليه بالأدلة الشرعية والآن يصدر قرارا منهم جميعا بنقد حركة طالبان على فعلها من منع النساء للاختلاف ما لكم كيف تعملون فالطالبان منعت النساء من الدراسة لأجل هذه الحجة التي تقدمت ولو كانت طالبان أصلا مخطئة في هذا وحسابه على الله جل وعلا لكن ما دخلكم أنتم وما شأنكم في الطالبان والشأن الذي يجب عليكم أن تتكلموا فيه ساكيتين عنه والله المستعان والله جل وعلا يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة فأين كلامكم ممن يليكم وأين كلامكم لهؤلاء القوم أين إنكاركم على هؤلاء القوم وترككم لهم والكلام على من هو بعيد عنكم ومن هو ليس له علاقة فيكم وهذا كله يدل أن هؤلاء القوم ليسوا بعلماء سنة إنما علماء سلطة ما يطلب منهم يفعل وما لم يطلب منهم فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوه ولو كان قد طلبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن يحذر المسلمين عموما من أمثال هؤلاء من علماء السلطان فلا تلتفت إليهم فلو كان فيهم خيرا لو وجدنا رجلا واحدا منهم قد أنكر ما يحدث من المخالفات الشرعية من محمد العيسى الذي هو زميل لهم في هذه الهيئة ومع ذلك يسمونها هيئة كبار العلماء وهي مع الأسف الشديد في أول إنشائها كان اسمها مطابقا للواقع أما الآن فهيئة كبار العلماء قد ذهبت مع الرياح والله المستعان صلى الله وسلم يا محمد